أهلا بكم من جديد حياكم الله وبياكم فهد بن ناصر الخشيم تربوي متقاعد وخطاط ماهر عكف حولين وشهرين كاملين يكتب المصحف بيده لماذا سنوجه السؤال إليه بعد أن أرحب به أهلا وسهلا حياك الله يا أخي وأتمنى أن يكون اللقاء مفيدة إن شاء الله تعالى أنا قلتها وأنا سلمت عليك بره وقل الآن والله ودي أقبل يديك اللي اكتبت المصحف زفا الله خير اللهم جعل عمانه محالصة لوجهه الكريم متى حضرت الفكرة أستاذ فهد ولماذا حضرت الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم وبي نستعين ونصلي على محمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حقيقة بداية تفكيري في كتابة المصحف جاءت بعد ما قطعت شور طويل جدا في الخط والتمرس على كتابة خط النسخ تحديدا أخذت ذلك على يد أخي وشقيقي الأكبر حسين بن ناصر رحمة الله عليه الله يرحمه أسكني منذ سن مبكره في المرحلة المتوسطة كان خطاط وكنت أحكيه في بعض اللوحات في المرحلة المتوسطة والثانوية كنت أقلد كثير من اللوحات في ثانوية متوسطة الخماسين وادي الدواسر كنت خطاط المدرسة في كتابة الصحف والمجلات والدوريات انتقلت أيضا هذا قبل المكتبات أو الأشياء؟ أي قبل المكتبات قبل التقنية قبل ما تخزون التقنية جميلة كانت متميزة المدرسة أجل الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعدها انتقلت إلى جامعة المكسعود في الدراسة الأكاديمية في كلية التربية وتحديدا في الإسكان الجامع في الدرعية كان فيه برنامج اسمه برنامج تشغيل الطلاب في الفترة المسائية لا صفي هذا قصتي خارج المدرسة برنامج خارج المدرسة خارج الدراسة خارج المدرسة في الفترة المسائية فيه اللجنة الفنية تعنى بكتابة العنوين الدوريات والمجلات وصحف الحائط وما إلى ذلك إصدارات يعني تصدرها الإسكان الجامعي جميل نعم ومن المشاركات الحقيقة التي أتذكرها جيدا تلك المشاركة التي شاركت مع زملائي الخطاطين من مختلف الكليات في احتفال الجامعة جامعة المكسعود باليوبيل الفضي سنة 1402 بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها برعاية الملك خالد بن عبد العزيز رحمة الله ذلك اليوم الذي تحول فيه مسمى الجامعة من جامعة الرياض إلى جامعة المكسعود طبعا بدأت مشواري التعليمي بعدما تخرجت في كلية تربية شاركت بيش في الاحتفال في كتابة اللوحات الترحيبية والإرشادية كان كلها عليك أنا ومجموعة من زملائي نعم كنت من المشاركين نعم اللوحات الترحيبية والإرشادية إلى مقر الحفل جميل بالإضافة إلى المشاركة في كتابة العنوين والدوريات والصحف جميل بدأت مشواري التعليمي في سنة 1402-1403 ويتخلل عملية التدريس يعني مشاركات بين الحين والآخر الصحف الحائط ما إلى ذلك باعتبار معلم ويعطي للطلاب بين الحين والآخر حسب ما يسمح به الوقت يعني بعض إذا جلست بعض الجرعات خاصة أنا ركزت حقيقة المحب المهنة على الخط النسخ والخط طبعا بما لا يتعارض مع حصاصي ونصابي والحمد لله بعد ما خلصت أو أنهيت الخدمة بعد خدمة 33 سنة بعد التقائد صراحة وجدت مساحة كبيرة من الوقت فراغ كذا طبعا في جلساتي الخاصة في مكتبي أكتبوا الآيات والأحاديث وأبيات الشعر والحكم وما إلى ذلك بدأت أفكر في كتابة المصحف كاملا وجهزت الأوراق بتصاميم معينة كذا وفيه أصدر خفيفة وكلما يعني طبعت صفحة الفكرة ما جدت كلها بعد التقاعد بعد التقاعد بعد التقاعد فكرت جديا يعني في هذه الأثناء نزل للسوق ما يسمى بالمصحف المفرغ هذه بعض اللقطات بعض الصور الشاشة بعنوان بيدي رسمت حروفه وكتبت كلماته هذا موجود في السوق فلما وجدت هذا المنتج أو هذا الإصدار وفر عليه مجهود كبير جدا هذا جاهز للكتابة هذا جاهز للكتابة يعني من الممكن أن نري المشاهدين بعض الصفحات أعفوا الصفحات فارغة تماما فقط يعني الآيات ومرقم الآية كل شيء جاهز للكتابة وآيات وأسماء السور والصفحات جاهزة تماما للكتابة الآيات جميل طبعا هذا الإصدار عندما أصدر كان يعني من سعى عليه جزاء الله خير يهدف أو الهدف الرئيسي له اللي هو مساعدة النشع على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بطريقة ما كان يفعل في الكتاتيب الكتابة على اللوح بالطبشير ثم حفظ الآية ثم مسحة وإعادةها مرة أخرى جميل هذا من الأهداف أي نعم وحسب وجهة نظر من صمى وسعى فيه أنه يكتب بالقلم الرصاص لكن أنا باعتبار أني قطعت شوط كبير جدا في الخط صوت محترف الآن الحمد لله يعني ثقتي بالله سبحانه وتعالى ثم بنفسي كذا يعني أستطيع أني أكتب بالحبر مباشرة جهز أقلامي حقيقة وهي أقلام أأخذها من السوق ولكن الريشة تحتاج إلى إعادة قص أو تهيئة يعني إعادة قط الريشة بحيث أن السمك يتناسب مع مساحة المخصصة للآية لو كانت بقلم عادي أيها قد يكون الآية قصيرة جدا أو يعني تنتهي قبل الموضع المفترض أنها تنتهي فيه لو كان ببنط أعرض من خمسة من عشرة مليمتر أيضا من الممكن تاخذ مساحة وكيف تفعل التجربة أنت قبل؟ طبعا قبل ما أبدأ في كتابة الآية يعني أركز على الآية هل فيها حروف ممدودة أو مضغوطة الآية في بعض الآيات يعني تحسن كلمات مضغوطة صحيح فقبل ما أن أبدأ بسم الله وعلى بركة الله في بداية الصفحة أركز جيدا على الآية هل فيها مدود كميرا ومنها قراءة وحفظ وتركيز الحفظ يعني يحتاج إلى وقت آخر لكنها تعتبر مقدمة حفظ مقدمة إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع أسلم أي فبدأت الحمد لله بالضبط يعني كان يوم جمعه يوم 15-5-1438 وقررت تنطلق أي ساعة انطلقت أي ساعة والله إن لم تخلني الذاكرة كان بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة أي وضعت لنفسي خطة بحيث أني أنهي الكتاب الله سبحانه وتعالى في خلال ثلاث سنوات وبدأت من أي جهة طبعا من البداية من الفاتحة من الفاتحة نعم من الفاتحة هذا هو المصحف الذي أنت كتبته هذا هو المصحف الذي كتبته خذ زون تكفى يا يا شيخ هذا مصحف يا شيخ ما شاء الله تبارك الله خليك باقي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خليك مستمر خلاص الله يحفظك يبارك فيك طبعا استبريت الحمد لله على هذه الخطة سؤال بسيط سؤال بسيط أخليك من المعلومة هذه وبعدين بحيث جلساتي في اليوم جلستين الجلسة الأولى بين الظهر والعصر والجلسة الثانية يعني بعد العشاء حتى الساعة العاشرة طيب ما يمكن أن تكتب مثلا تخطئ مثلا في رسمة في شيء جميل جميل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه في خلال 604 وجه الكتاب الله سبحانه وتعالى يمكن عدد الأخطاء التي وقعت فيها يمكن محدودة على أصابع اليد الوحيدة ثم هنا حلها هناك مسحة خاصة بالحبر يعني مسح بشكل لطيف جدا على الكلمة أو الحرفة وكذا ثم يعيد الكتابه كأن شيء من فضل الله سبحانه وتعالى طيب سؤالي شيخ إذا بدأت الآن في البرنامج عندك ثلاث ساعات قدت الصباح ثلاث ساعات مثلا لا 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 ما تجي يعني طاقته الحقيقة يعني ساعة ونصف في الجلسة الواحدة في الجلسة الواحدة أين لأن اليد تجهد الساعة ونصف يا شيخ إذا بدأت هل أنت تندمج في الكتابة يقطعك شيء وترجع كيف تجد مثلا تركيزك فيه إذا بدأت يعني أعقد العزم بأن أنهي الوجه كاملا خلاص خطتك ذا الوجه تلي الوجه كاملا كتابة ثم تشكيلا يعني ما أتذكر خلال السنتين وشهرين الماضية أني قمت ونكاتل مثلا سطرين ثلاثة وجانية صالة أبدا لازم أنهي الوجه كاملا وكذا وانتهيت بحمد الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الماضية يوم خمسة عشر سبعة ألف وربعمائة وربعمائة بدأت الجمعة وانتهت الجمعة الجمعة هو الجمعة الحمد لله ما شاء الله فكانت المدة سنتين وشهرين وإلى الله الحمد ذكرت يا شيخ أهم هدافك فيها في الكتابة طبعا الهدف الرئيسي الرئيسي رقم واحد اللي هو استثمار الوقت فيما ينفع أحسنت خصوصا أنك متقاعد يعني خصوصا متقاعد يعني أيضا نفس الشيء يعني اليد جلست فترة طويلة كذا ما أكتب كذا والحمد لله مع المراس والكتابة يعني رجعت المهارة المهارة مرة وخائر الهدف الثاني طبعا أن يبقى هذا الكتاب إرثا لأولادي من بعدي وبناتي الحمد لله ما شاء الله الله يزا خير طيب شيخنا لو عزيز عليك غالي غالي عليك وطلب منك هذا الكتاب هدية وش بتقول له والله يعني من النقاط المهمة الحقيقة هو أنا أكتب خلال يعني أكثر من ثمانمائة يوم يعني لو حسبنا كذا كهدية يعني أنا صراحة في أمري أتمنىها أتمنى أن أهدي هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى إلى والدنا وقائدنا خادم حرمي الشريفين بعد أن يأذلي بطباعة عدد محدود لأقالبي أولادي أه بتأخذ منها نسخ أي يعني فهذه اللية أما إهداء يعني يعني أنا أركز عن النقطة هذه يعني إهداء لولدنا وقائدنا خادمي الحرمي الشريفين الله يتزاك خير ويحفظك طيب واش تبغى تقول في نهاية هذا اللقاء أنا والله ودي أشوف خطك وديك تكتب لنا شيء معك جاهز؟ والله طرح والله الفكرة وليدة اللحظة يعني اكتب أي شيء للقناة اكتب المجد الوطن والله هذه تحتاج إلى أقلام عريضة يعني قد لا يكون القلم أنا ودي بس كذا للذكرى إذا كنت جاهز فقط لأن القلم يحتاج إلى تمرين يعني لا نخليها جل بعد الحلقة طيب طيب شيخ الله ينفع بك ويحقق أمانيك ويجعلك مبارك أينما كنت إيش شعور الأولاد وكانوا يشاركون كل المشروع والله بلا شك يعني يوميا أحد منهم خطاط الأبناء أو البناء إن شاء الله لكن الخطوط متواضعة صراحة يعني ما في أحد ماهر في الأسرة في خطاطين في الأسرة بشكل عام في خطاطين الله ينفع لكن خط بمعلى القواعد الخط المعروفة كذا لا يوجد شكرا جزيلا يا أستاذ فهد بن ناصر الخشيم أتحب تقول شيء؟ والله فيه رسالة صراحة أو فيه كم من الوقت يعني ممكن اللي تبي أحنا تحتم أزاك الله خير النقطة الأولى اللي ودي أذكرها في نهاية هذا اللقاء يعني ردود الفعل فعل المجتمع تجاه يعني انتهاء خبر من كتابة المصحف هذا لا يستعرب أبدا من مجتمع في دولة يعني جعلت من القرآن الكريم دستورا لها مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله بتأسيس المطابع واستقطاب الخطاطي المهرة والكواد البشرية المدربة وسيظل اهتمام حكومة خادم الحرمي الشريفين بكتاب الله متمثلا في المساوقات المحلية والدولية فالحمد لله أحسنت نشفت التغريدة عليها تفاعل كبير جدا 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 ماشاء الله تبارك الله فيه رسالة أيضا ودي أختم بها أختم بها مع أنها تتكرر في أكثر من المناسبة اللي هو الخط العربي أتمنى أن يرجع لميدان خاصة في المرحلة الابتدائية كراسة الخط العربي خاصة خط النسخ والرقعة يعني الخطوط الأخرى المتقدمة الثلث أو الديواني أو الفارسي هذه مرحلة متقدمة لكن خط النسخ والرقعة الأساسيات أي أساسيات في المرحلة الابتدائية خاصة وأجزاكم الله خير على الشباب والله لو تشوف خطي يا شيخ كان شف شف ما رأيك في الخط فيه البعض أنا إذا كتبت خطي ما أعرف أقرأه البعض الآخر اللي خطوطهم يعني تمشي وكذا يحتجون بحكمة أو مقولة أن الخط ما قرأ أو كتب والباقي صنعه حسنا ويمكن هذه الحكمة شجعت لي الله يعلم أذك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لأستاذ فهد بن ناصر الخشيم الذي كتب المصحف ولله الحمد في سنتين وشهرين فقرة قادمة جميلة مع المبدع نايف الحرب صاحب الأرقام يا وجد يا وجد يا وجد